اشتركوا في القناة في هذا المجال اثمرت التوجيهات الملكية السديدة والاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الزراعي عن انشاء مبادرات زراعية ومشاريع نوعية بشراكات وطنية ودولية ومن اهمها جائزة الملك حمد لتنمية الزراعية التي تراعي احتياجات هذا القطاع الحيوي الحافل بالفرص الوعدة الى جانب القطاعين الصناعي والخدمي بالنظر الى اهميته ودوره في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتوازن الاقتصادي والامن الغذائي الجائزة مهمة جدا بالنسبة للقطاع الزراعي لان احنا نعتبرها اداة لتحفيز المزارعين للتنافس الايجابي فيما بينهم وفي تطوير عملهم واكدنا ذلك او اكدنا تحقيق ذلك من خلال وضع اشتراطات ومعايير للجائزة لان كل مشارك يتقدم للجائزة لابد ان هو يستوفيها ومن خلال استفاءة لهذه المعايير يطور من نفسه ويصبح مزارع افضل ومتمكن اكثر من من عمله وكذلك يكون مهتم بالبيئة ومهتم بالمحافظة على الموارد والالتزام بالممارسات الزراعية الصحيحة جائزة الملك حمد لتنمية الزراعية تعد اداة مثالية لاجاد بيئة تنافسية ايجابية بين اصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين والباحثين في المجال الزراعي وابراز افضل التجارب والممارسات لاثراء هذا القطاع ورفع مساهماته في الناتج الوطني خرينا حقيقة وشرفنا حصولنا على جائزة الملك حمد الملك البحرين وهذا دعم لنا ان شاء الله بجراء بحوث اكثر لخدمة البلاد العربية ومحافظة على العطاء النباتي ومحافظة على النباتة المزروعة من التلوث المشروع البحثي هو عبارة عن مكافحة حيوية بحيث انها تقضي على فطر يسبب مرض يسمى التدهور والموت المفاجئ لنخيل التمر في دولة الامارات العربية المتحدة وايضا دول الخليج العربي ومنها طبعا مملكة البحرين المشروع ابتدأ من 2014 وطورناه لعدة مراحل واحدة من هذه المراحل اللي احنا قدمنا فيها على جائزة الملك حمد لتنمية القطاع الزراعي وفزنا فيها الحمد لله والجائزة كانت دافع لنا ان احنا نطور من عملنا ومن انتاجنا ومن مخرجات هذه الشركة في القطاع الزراعي ومن هنا جاء تكريم الفائزين في الدورتين الثالثة والرابعة لجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية التي تنقسم الى ثلاث محاور وهي افضل مشروع زراعي افضل الدراسات والبحوث الزراعية افضل مزارع بحريني نظير تمييزه وتقديرا لجهوده واسهاماته في تنمية القطاع الزراعي جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية تهدف الى خلق بيئة تنافسية ايجابية بين اصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين والباحثين في المجال الزراعي بما يسهم في الحفاظ على هذا القطاع وتطويره وضمان استدامته ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين